اشتركوا في القناة وتفتحين جميع الابواب يا فتاح يا فتاح يا مفتح الابواب فتح لي جميع الابواب فتح لي جميع الابواب فتح لي جميع الابواب لابني وزوجي وابنتي اي واحد غادي تقولي الاسم ديالو من تقولي يا فتاح يا فتاح يا مفتح الابواب عندما النوا ام بعد اترشوا به اترشوا به العتبة دائما اترشوا الزوايا اتخلوا اخر حاجة هو الباب الباب ومن بعد تخليه عشر دقائق ومن بعد بحول الله وقوته ترشجع البيت والباب هو الأخير تخليه الماء الباب هو الأخير وتمسحوه بمنديل نظير الناس اللي عندهم فقر دائم في كل أوقات دائما عندهم حصر على المال الناس اللي دائما عندهم استاع والمشاكل ما تنتهيش ولكن دائما عندهم المطابات في الحياة دائما يدخلوا في دوامة وخرجهم دوامة لابد إما في الرزق وإما في الأولاد وإما في الصحة وإما تكون عندهم توابع من الجن والإنس ولكن تكون هما من أخير الناس ولكن تكون عليهم عين حاقدة عين حارة تعطيهم طاقة سلبية دائما وهذه العين دائما تتشد فيهم ودائما تتخلق لهم متاعب يمرض واحد ويبرأ ويعود يمرض لاخر إذن عندنا توابع في البيت كيفاش نتخلص من هالتوابع في هذا رمضان كيفاش نكون إيجابية بإذن الله بطاقة نورانية عندي في البيت دائما عندي طمر رمضان هو علاج للطاقة السلبية لا في الأكل ولا في البيت ولا في أي مكان ستكون إن شاء الله إيجابية بحول الله وقوته اليوم أحبابي الكرام أننا سنحطوا واحد صيغة ربانية التي ستعطيكم طاقة إيجابية في كل الأمور الناس لديهم المشاكل تتفتعل المشاكل بدون سبب دائما عندهم واحد العراكات في البيت وعندهم متاعب في البيت ودائما هما محترين في أمرهم ما تعرفوش توابع من جوهم واش من السحر ولا العين والتابعة لابد غدي نعطيهم اليوم طاقة إيجابية لغدي تكون عندهم في البيت ديالهم إذن هذه الوصفة غتكون إن شاء الله غدي تديرها مع أي ظهر في رمضان غتوجدوها في الليل وفي الصباح مع الظهر غدي ترشو بها البيت بالكامل ولكن غدي ناخدو طاقة من طاقة ديال أبنائك هاتمر غدي ياخدوه إما مع العشاء أو مع الفطور أو مع الفجر الوقت اللي يكونوا يتسحروا ياخدو هاتمر والنوى دياله هو اللي غدي إن شاء الله نشغلوا به على نية صحق توابع اللي عندي وعند أولادي وعندي فطوري أنني نستاعل بالخالق لأن كتاب الله هو حامل كل الطاقات لإيجابية طاقات الرحمانية اللي تجعوا إلى طاقة اللي تعطينا طاقة إيجابية في البيت تهدي المشاكل وتعطيه السمع والطاعة لأبنائي وتعطيني وحطاقة نورانية وتبعد مني شر الشياطين الإنس والجن إذن كيفاش نتخلص من هالتوابع كيفاش نكون إيجابية إن شاء الله وكيفاش نترد التوابع ليا خسني ناخد كل شخص ناخد من عنده إن شاء الله نعطيه طمرة ويعطيني النوى نعطيه طمرة بنتي ولدي تل ولد اللي مياكلش تمر أنحاول أنني ناخد النوى دياله بالإسم دياله ولكن الطمرة تاكلها الأم الوصفة اللي غدين ديروا اليوم هي الأم خاصة إن شاء الله تكون على طهارة لا تكونش عندها العادة تكون على طهارة لأنها غدين تحصن البيت من التوابع وغدين تخرج التوابع خارج الباب خارج الباب لأن الباب هو آخر واحد اللي غدين رشوه وغدين سحبوا الطاقة السلبية اللي عندنا لابد بعد الأحيان تنضم مشاكل ما تتفهموهاش وما تتعرفوهاش كيفاش تخلقات تتكون عين حارة حاقدة تطرد لك البال دائما طالعة في النازلة عندك قلة المال قلة المال تيكون من الحسد الشديد توقيف الحال تيكون من الحسد الشديد السحر المرشوش ولكن غدين بطلوا جميع التوابع إن شاء الله اليوم بحول الله إذن عندي طمرات اللي غادي نعطي لابني وبنتي والزوج ديالي وغادي نخدمها في نفس الوقت إما غادي نحطها نحط النوا مع الفجر مع فجر لأنهم تصحروا واخدوا طمرة طمرة وعطوني النوا إذن فهموني وسمعوا واخدوا الطاقة الإيجابية إذن عطيت الولدي طمرة كلاها ولكن اعطاني النوا غادي ناخد هذا الكأس الماء إما يكون في قطرات من ماء زمزم أو ماء معدني أو ماء عادي أنتم مفخسير أو ماء الشتاء الوقت اللي يعطيها لي أنا نقول اللهم ابطل عن ابني بحلاكة اللهم ابطل عنه جميع التوابع وهالطمرة غادي نعطيها لي هيكلها لأن هالطمرة بغيتوا أنه هيكلها في نفس الوقت وناخد هذيك النوا اللي غادي ناخد طاقة ديال الريق ديال هذيك الابن اللي اعطاني هذيك النوا من يده أو من طاقته أو من الحاجة اللي بغيتوا يعطيها لي على حسب النية ديال هذيك الشخص علاش علاش اعطاك هذيك النوا وعلاش أشنو بغي يحيد التعسير من طريق دياله إذن غادي ناخد سبع نوا ديال أشخاص اللي أنا عندي عندي خمسة غادي ندير خمسة ولكن نضيف دائما جوج نوا بدون من إما نديرهم على البيت وإما على العتبة المهم النوا يكونوا إلا كانوا ثلاث أشخاص دائما نزيد أربعة كانوا خمسة غادي نزيد غادي نزيد جوج ولكن حاولوا أنكم تاخدوا الطاقة الإيجابية من الأشخاص اللي عندكم على حسب النية ديال كل شخص عندكم في البيت إذن غادي درت هنا يا خمسة ولكن غادي ترميوا غادي ترميوا النوا في نفس الوقت من يعطيها لك الشخص تقولي اللهم يسر أمره ولا تعسر عليها أمره اللهم سخر لي أي دعاء بغيته غادي إن شاء الله تديروه في هذا الطاقة ديال النوا إذن النوا اللي عندنا هو سبع نوا ولكن لكان الأسرة سبعة أو تسعة رمزيانين ولكن خمسة غادي نضيف جوج نوا على حسب سبع نوا إذن نحاول غادي ناخد هذا الماء هذا الماء اللي غادي رشوف العتبة مع الظهر إما نديروه في الليل ونخليه مغطى وإما نديروه مع الفجر غادي نقرأ ليه الفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب غادي نبدأ بفاتحة الكتاب نقرها سبع مرات غادي نضيف صورة الشرح سبع مرات غادي نضيف صورة الزلزلة سبع مرات إذن عادي صورة الزلزلة صورة الشرح الفاتحة كلهم سبع مرات وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي هندكر الأشخاص اللي بغيتهم يتبطلهم أي نحس بغيته يحيل إذا كالولد معطل على العمل أو البنت معطل على الزواج أو الزوج بدون عمل أو عدنا المال قليل أو المرأة المرأة في البيت بغى تبحث على عمل أو أنها تتشتغل في البيت تتنوي نية ديالها على حسب فتح النصين في كل الأمور إذن غادي تمشي للباب بعد مرقتها ليلة كاملة وغادي توقف إحدى الباب وغادي تقولي يا فتاح يا فتاح سبع مرات يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا مفتح الأبواب فتح لي جميع الأبواب لفلان ولد فلانا لفلان ولد فلانا لبنتي فلانا بنت فلانا يا فتاح يا فتاح يا مفتح الأبواب فتح لي جميع الأبواب لابني فلان ولد فلانا أو بنتي فلانا بنت فلانا أو زوجي أو شخصك بالضبط غادي تقولي اللهم فتح لي جميع الأبواب يا مفتح الأبواب فتح لي جميع الأبواب في هذا البيت وغادي ندوره على جميع الزوايا في هذا البيت وغادي نرش به الزوايا غادي نبدأ بالزوايا أي زاوية في البيت إلا الباب هو الأخير هو الأخير غادي نخليه إن شاء الله هو الأخير وغادي نفتح جميع الأبواب ولكن الوقت اللي غادي نبغي نقول يا فتاح إن شاء الله نقرأ يا فتاح يا فتاح غادي نوقف وراء الباب وغادي نقول يا فتاح يا فتاح افتح لي جميع الأبواب وغادي الرش آخر الرشة هو الباب غادي الرشه مزيان وغادي نخليه وحد مدة عشر دقائق وغادي نمسح بمنديل نظيف الباب والعتبة وكل الزوايا ديال المدخل الباب إذن هذا كل ما ما نخليش يعفلوا عليه لأنه مقرع عليه القرآن الكريم غادي ناخد هذه النوايا إن شاء الله غادي بحول الله وقوتي غادي نحرقهم مع مغرب يوم اللي رشيتي فيه اليوم اللي رشيتي فيه غادي تحرقي هذه النواة من مورة المغرب وغادي تقولي النوايا اللي بغيتي إذن أحبابي سنتمنى لكم الصحاة والعافية تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وربي يعاونكم ويعطيكم السؤول لكم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد حاولوا أنكم تديروا في أي يوم في رمضان وفي نفس الوقت نواة ديال الشخص اللي كلاه الطمر هي اللي غادي تحطيها إما مع فجر وإما مع العشاء وإما مع وقت الفطار تخضي النواة وتحطهم في هذا الوقت في الماء في وقت واحد إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته